دفع شغف بالحضارات المتوسطية القديمة التونسي محمد غسان نويرا إلى تنضية ساعات طويلة في مطبخه حيث يحاول منذ سنوات اكتشاف أسرار استخراج اللون الأرجواني من صدفات وقواقع بحرية وفق تقنيات تعود لألاف السنين ويستعمل نويرا في عمله مطحنة يدوية من الحجر ومطرق صغيرة الحجم وملقة هكذا تنطلق أولى المراحل للحصول على اللون الأرجواني هذا اللون الفريد الذي ابتكره الفينقيون وحملوه معهم في أسفارهم وأتقنه القرطاجيون والرومان وأنتج نويرا عشرات الجرامات من هذا المسحوق وباعها في عدد من دول العالم وهو يحلم بإدارة ورشات على الشكل القديم أو في أحد المواقع الأثرية التاريخية ويؤكد أن هذا من شأنه أن يضيف نوعا غير تقليدي من السياحة الثقافية في تونس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر